بس الفنان الحقيقي على المسرح بيكون عم يتطلع يمكن بألاف الناس مو عم يشوف حدا وفيه يكون عم يفتش عن شخص واحد أنت بتفتش عن ملامح معينة بين الناس عن وجه معينة بين الناس أشعر بدني أمين بجل أشعر بدني على السؤال وين بتشوف أنك أثرت على شخص معين على مريض معين يمكن مرة واحدة بأميركا بعطت لي والرجال الكبير ختيار قال لي أنا أكون خلاص فاينال آورز أنه رح يحطولي الغنية تبعة هذا الفن بيربيح؟ أهل أمين لكن شو أزاب تعمل دائما ريكاردو ما تفكر بدأك تمام المصاري أول هيك غلط ما بيزبط أعمله صاح وأعمله بإتقان وبجد تعاب وكون كتير صبور لأنه ما بتعرف أم ترح هتفقع كل مرة واحدة زي ديراني مرحبا أهل وصلا فيك بحديث من أحديث مع ريكاردو كلام حبيبي ريكاردو حبيبي شكرا لك أن تتعلم نحنا لزمانة نحكي مع التأس سوى جد تلفزيونيا عملت أهل بودكاستيا أنت وأنا أنت ببيروت حاليا كان في عندك حفل كبير كتير الموسيقى أو الفنان وتبيعها بعد ما الحدث يكون تهى خلص شو شعوري اللي بينتابو إيه لو نرجع لو نرجع نعيد من الأول وجديد لو نرجع نعيده لأنه بتحس إنه كل هالحماس ومحبة العالم والإنرجي بالطاقة الإيجابية اللي بيعطيك ياها إنه حالة كتير حلوة شعور كتير كتير حلو فبتتمنى ترجع بتعمل طرف لبنان استقطع دايما كبار الفنانيين يعني منذ الخمسينيات وحتى يومنا هذا الناس اجوا من كل حده بوصوب من إلا فيتجرالد لأم كورسوم من إلتون جون لا نورييف لا مارغو فونتان يعني مين ما بيطلع على فكرك وعلى بيلك اسم كبير من العمالقة اجع على لبنان يا رأس يا غنى يا مسل وكل فنان اجع على البلد كان دايما نقول أحلى جمهور الجمهور اللبناني هل فعلا هالجمهور اللبناني بيختلف عن غيره ايه أكيد أكيد لأنه أنا بلاقي جمهور شعب حلو شعب بحبي يعيش وشعب قوي وشعب عنده طاقة كتير حلوة يعني أنا بالنسبة لي لبنان أعطاني كتير أنا فات عن من الفن من الرموز اللبنانية من الموسيقى اللبنانية اللي أنا ربيت عليها بحبها كتير ومشانك بحاول إعظفها قد ما بيقدر بحاول وصلها لبنان شغلة كتير كتير حلوة يأثر بشكل كتير كبير فيه أنا تسمعت عليك وشفتك على المسرح بلبنان بالأردن بالبحرين طبعا الجماعية بيختلف الحضور بيختلف السابت بالموضوع هو أنت بس بالداخل كيف الفناني بيتفاعل مع الجمهور أنا أنت دائما بتقدم حالك بالفن بتخيل يعني لحتى تقدر توصل صوتك ده تكون سادة هي السدق لما تكون فراجيل على المسرح هي هي الشغلة اللي بتوصل بتخيل لأنه أنت يعني أنت خلص أنت وفنك ما في قناع ما في ستار قدامك بتخيل هذا هذا اللي بيوصل هذا الحقيقة إذا بتوصل للحقيقة هاي اللي بتلمس العالم مين بتشوف أنت على المسرح ما اللحظ أنه الفنانين عم بحكي الفنانين لأنه في عندك كثير دخلاء على الفن كمان مين ما كان بيغني ومين ما كان بيرقص ومين ما كان بيأزف بس الفنان الحقي وطب يكون عم بيمارس مهنته على المسرح شو ما كانت بيكون عم يتطلع يمكن بألاف الناس ومعم يشوف حدا وفي يكون عم يفتش عن شخص واحد من ألاف الناس أيضا يعني هي معادلة بتروح بالاتجاهين أنت بتفتش عن ملامح معينة بين الناس عن وجه معينة بين الناس أشعر بدني أمين بجد أشعر بدني على السؤال أي بتشوف بتشوف كذا حدا وبتشوف بتعمل بتشوفهم بعينهم بتعمل اي كونتاكت وبيعطوك سحر أي بتعمل كل الفرع لأنه بتشوف لأنه هي الشغلة كتير شخصية إنه إنك تكون على المسرح متعزف بالنسبة إلي يعني شي كتير شخصي شخصي كتير كتير خاص كتير خاص سيدي فيروز ذكرت أكثر من مرة وأردت لي إيها أنا أيضا شخصيا إنه هي عم بتغني ما بتعرف حالة هي وين هي هي فوق بالسماء أو هي على الأرض ما بتطلع بالجمهور إذا تطلعت فيه ما بتكون عم تشوف حدا بتكون هي حقيقة في حالة مختلفة في مصاف مختلف هنعناك عن أيقونة اللي هي سيدي فيروز بحب بأخذ رأيك أنت شاب طبعا أنت نجمت عبدت الطريق وصلت إلى بناء اسم مش بس بالعالم العربي لكن خلف البحار أيضا وصلت لأوروبا لأميركا لبرازيل الاسم كبير كتير اليوم ونحن نعتز فيك ونكبر معك ونكبر فيك كمان كيف بتحب تتعلق علي ذكرت لك يعني السيدي فيروز مثلا فيروز من الرموز كلنا فيه لنا رموز صح لما نكبر ونحن صغار رموز من نطبح نقدم شي من اللي رموزنا علمونا إياها مثلا كتير بحبه بفيروز حتى إذا بدك تحكي كفن وتقديم موسيقيا لما بتغني الغنية 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 بسيطة بس ما هي الشطارة بتفوت ببساطة وبتطلع ببساطة بتعطيك بس المهم وبتاخده بطريقة كتير كتير راقية وما بتزيد ولا بتناقص بتعطيك إياها وخلاص بس هذا أحلى شي إنه إذا بتسمع الغنية بجد حلوة هي بركي تكون دقيقتين ونص بالأخص العتيق غنية تنتين ونص دقيقتين تلاتة بركي بس كلها بريفكت سواء كأداء بالصوت سواء مسجلة لايف أو بستوديو التوزيع كله بريفكت وأوريجينل كتير بتطلع أفكار أوريجينل مثلا على البيانو الباترن شي حلو كتير هذا شي حلو كتير البساطة ريكاردو البساطة هي استحر هي مو يعني سمبليسيتي إز أليجنس أكيد أكيد أنا بيعيد ميلاد فيروز من قضعة أشهر كتبت شغلي أو غرادت وكتبت قلت إنه فيروز عرفناها قبل ما نخلق خلقت معنا كبرنا على صوتها أغنية تسار التهويدات بتغنيها ستنا أو أمنا نحن وصغار تينايمونا وقتها قديم المدرسة رفقتنا أغنياتها بدهاليز المدرسة بالحياة الكشفية بأعيادنا بالمناسبات الدينية المختلفة عند كيفة الطواف بعدين بحماستنا الوطنية تشفتنا الأوطان العربية القومية العربية من خلال صوت فيروز طبعا وقتها غرمنا يعني وقعنا بالحب وجوارنا القمر كان دايما صوتها بيرفقنا أيقونة كل العصور وكل الحالات وهي بعدها الرمز الوحيد العلقات الحيط الله يطول بعمرها خصوصا بها العياد هذه بها السنة الجديدة زيد أنت مين أول شي بتمنى أكون يعني ابن منيح وصاحب منيح صديق منيح وبعدين بتمنى تكون شاب سادق عن طريق موسيقته وعصفه أنه بيقدم رسالة بيقدم يعني شو حلو لما بتعزف وبتشوف العالم مبسوطة شو حلو لما مثلا كثير مرات بيجيك ميسجز أو بتشوف مثلا أولاد صغار بيجوا على الكونسر أنه ايه أنا عمده لأنه شفتك وبيعمل مثلك لأنه أنا في ناس في رموز شفتها وعمامل عمامل لأنه شفتهم فكنت أنا محلهم فهلان لما يجيك لصغار أنه ايه وهيك الحياة وهذا الحلو ومرتك بالحياة بدها تكون لمعنى بدها تكون أنك ما هي هي هدية من ربنا يعني أنا أنه من ربنا بدأ بيانو وبدأ بطريقة معينة كيف لاش تدأ بيانو من أنت وصغير من أنه وصغير ايه على السمع بيت تاتي كان في بيانو وهيك بدأ وكمان بابا معماري هندس معماري شهير بابا فداما بالمكتب بيكون حاطة بيانو كان ونحن صغار وكتير في ميوزك مثلا فيه فرانكوفون ميوزك موسيقى أغاني فرنساوية وأغاني مثلا فيروز كمان فرانك سناترا ناتكن كول فاربينا على هالخبار وهي هي الخلطة اللي بالبيت ما هي هي اللي بتعملنا بالآخر ومشان يكبر كي كمان بحس أني قريب لهون للبنان كمان لأنه طريقة كيفر بينا الموسيقى اللي كنا فيها لزيلي بتخيل الجيال اللي من عمري كمان نفس الشي اللي كان عميره هون يعني قربتك من الموسيقى الأنيقة اللي اتسمت فيها الموسيقى في لبنان أو يمكن أيضا يعني سهموا ببناء الملحنين والموسيقين اللبنانية في أناقة شو حلو أساع بضحك شوية بس أمين لأنه بابا دي كل مرة على الغداء كنا عم نحكي كنا عم بحكي عم بعمل غنية جديدة وعم بشرح أنه بس ما بدك تدق كتير نوتات لأنه بعدين بتطلع مزعجة لأنه البيانو عندك أكسس لـ 88 مفتاح قدامك وإذا بدك منيح شوية وبتقدر تدق شوية يعني بتقدر تفوت كتير بس الشطارة كيف ترجع لورا لأنه ما بدنا كتير نوتات ولكن النوتات الصح فباوش وقال إيه كنت عم بسمع أنا بالمكتب وأنيقة هذا اللي أنت حكيت وقال أنيقة هذا اللي بتطمح له ومنجع فيروز هي نفس الشغلة أنه قليل ما بتغني كتير أنه ما بتنط وتطلع ويسألك لأ بس هي عظف أه أه أنت عظف ما بتسلطن كتير هي عم بتغني هل في ناس هذا الستايل وحلو لإنهم بس يعني أنا متأثر بزي حالة زي فيروز وزي فرانك سيناترا وناتكين كول ما قل لو أدل بس مدروس خصوصا عن تحكي أنت هلأ بفترة العياد يعني هلأ أسماء الثلاثة هذه طبعة عيد الميلاد وأجبا أغنيات الميلاد حقيقة الدوة الثلاثة هو الفيروز عربيا وناتكين كول وفرانك سيناترا غربيا يعني وبعدنا هلأ يعني نحتفظ بالسيديات أنا بعدني بزمر السيدي مش الاي تيونز أحلى أحسن بعدنا هلأ معي هيك مجموعة كبيرة من السيدي بالمكتب عندي أو بالسيارة بير هالسيدي وبتسمع بلقي حالي أنا ما عمدر أفهم شوي التقنيات الجديدة ما عمدر وكبها عالم تاني صار والصبايا الموجودين هوني اليوم دايما أنا بعذبهم بسألهم بأنه كيف بيعملوا هيك أو هيك عم نتعلم بشوي صاح أو لا صبايا بدي أرجع للبيت اللي خلقت فيه مثل ما قالت أنت زوءك تهزب أو تشزب منذ الصغر يعني خلقت بي هالجو المفهم بالموسيقى الجميلة بالأصوات الكبيرة بالمغنيين والمؤديين الكبار وهالشي طبعا وصع خيالك وصع الأفاق صاح بابتكاراتك وبأحلامك أكيد أنت اليوم بتعزف والعازف هو حالم ونفس الوقت أنت بتألف والمؤلف أيضا هو حالم دايماك في بيانو مثل ما قالت في 28 مفتاح مفتاح نوت بتحس حالك مقيد أنت بهذه 88 أو بتحس حالك أنك أوسع من هالقيود هاي دي وأنك متفلت من كل شيء اسمه قيد وبراميتر لا لا ما في قيد وما في براميتر لا 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 بالمرة لا لأنه وكل ما بكبر بعمري بحس أنك بدك ترجع لو لحالتك وأنت صغير لأنه مو زي لأنه الفنان بده ياخد من الطفولة هي هاي كمان الشغلة اللي بتأثر فيني كتير مثلا زي نزار قباني لما صار يكتب الشعر لكلام العالم اللي قدر يفوت على المخبز وعلى المنقوشة وعلى الكورنيش إنه هذا السحر تبعه نزار فأنا دائما كن بحنة مثلا أنا صغير إنه إيه كيف نقدر نعمل بالبيانو زي ما عمل النزار بالقصيدة يعني البيانو مو شي مألوف إنه تسمع رفت كيف مثلا أو مثلا هون بانطقتنا مو مألوف كتير مثلا تسمعوا بالكراج وتسمعوا بس أدي بفرح إنه مثلا كتير مرات بالأردن ما بتسمع محلات حاطين الموسيقى أو محلات يعني تحت بالبلد وهذا شي كتير نرجع كمان البساطة بس البساطة بدها السدق بدك تكون سادق فمشان هيك إنه إيه 88 مفتاح أو بغض النظر عنهم إذا أنت سادق هذا هو الحقيقي وهذا اللي بيوصل أنا هيك بتخيل بس أيها هاي شغلة من نزار زايد نحنا جينا بزمن لا الفنانين اللي طبعوا العصر بأعمالهم يعني اليوم عم بحكي من جير شاب كتار بيجوا بيغنوا بين شهروا عندهم جمهور بيجي بيزقف لهم جمهور ما بيسمع جميلا جمهور بيجي بيزقف وهالأشخاص هو اللي صارة النجوم بيغنوا بالحفلة بيغنوا بالعرس بيغنوا بالسهلات الخاصة يعني المال هو يلي بيقودهم بكل شي هو يلي بيحرقهم عنصر المال للأسف والشي بيحزنك أنه أصوات كبيرة مهمة جدا موسيعيين كبار مهمين جدا يمكن عادين ببيتهم معهم يشتغلوا تقاعدوا بيسترموا بكر جدا أو بشبه تقاعد هو بالمقابل في ناس مستواههم الفني والتقني محدود جدا ووصلوا إلى معانقة رؤوس الأموال وقدروا جمعوا كتير ويعايشين حياة فيها رفاهية بس هذا كله تفاصيل صغيرة اللي بحبقوله أنا أنه هالفنانين كلهم ما طبعوا حدا ما أثروا بحدا باللوقتي نرجع بالستينيات وسبعينيات مثلا نحكي عن البيتلز البيتلز إجوا طبعاً وغيروا غيروا غيروا أفكار مسبقة أحكام مسبقة غيروا بالمجتمع ثاروا على التقليد هل بتشوف اليوم هالعصر عصر السوشيال ميديا عصر الفاشيانيستاس والإنفلونسور بعد الفناني بيقدر يكون مغير محرك للضمائر أو صار صعب عليه هل فيكو عن البيتلز الجديد اليوم مثلاً هلأ بتخيل صار صار أصعب شوي لأنه بطلت لأنه صار كل حدا بيقدر حض غنية يعني صارت الكمبيتلز أعلى لأنه هلأ هلأ أنا وياك من النسجل الغنية على التليفون وكمان صعب تكون على سبوتيفاي وعلى يوتيوب وعلى أنغامة وكل شي وممكن تلاقي جمهور وممكن تروح وهيك يعني 10 دقائق تنجر وخلصنا بس كمان بحس دايماً الفن الحقيقي إنه في الجمهور كمان بيفهم يعني فيه جمهور بيفهم وفيه جمهور بيحب يسمع زي ما زينا لما بالكازينو مثلاً ثلاث حفلات فل يعني قاعدين عم نس مبسوطين عم بيسمع بس كمان عندها إنه بيرو إنه أهل لبنان من زمان عندكم ربيانين إنتوا على هالأمور هاش يمكن بينطبع على الموسيقى بينطبع على المسرح أكثر بينطبع على الغناء الغناء يمكن اللي حكيت وأنا بينطبع أكثر على الغناء ممكن إيه لأنه أنا من التجربة يعملك زي الويك عند الماضي ها ثلاث ليالي زي السحر إصلاك رجبه ليالي حالي إيه إنت جاي من عمان ورجع على عمان عمان يتحكوا كيف يتحب عمان بحبها مع أنها هي مدينة كثير صغيرة ومن حيث أرجمال مدينة مدينة حلوة يعني هي بيوت وبيوت مصطفية حض بعضها بس بحب أهله أهله في عندهم أصالة ليلة عندهم إيها بحبها كثير هذا الخليط حقيقة من الشعب الأردني والفلسطيني والعراقي اليوم في أرد المعاد السوريين في عمان في بعض أرد المعيين في عمان حلو كتير وخلق كوكبي حقيقة من شرائح أنا بتشدني كتير ورجع بقلك بيقدروك بشوف لا شو أنت مش مين أنت وهذا شيء بتلاقي قليل بيقدروك للقيم اللي بتحملها أنت وللقيم الموضاف فيك تقدمها أنت بقى وتبروح لهنيك عن عمان بحس حالي بين أهلي وبين عائلتي حقيقة ومدينة بحبة بوشتقتلها حبيبي حبيبي وبيحبوك هنيك كمان كتير عمان أهل وأصحاب وربين هنيك وذكريات كتير حلوة زيد اليوم عايشين أزمة صعبة كتير حروب ومشاكل بالعالم كله وحمامات دم وين مكان خوف من بكرة الأمور سواء بأوروبا بأمريكا بعلمة العربية ملبدة ما عارفين شو رح يصير فنان بيعبر عن صخته بعبر عن ثورته الداخلية بعبر عن امتعاضه بوسائل مختلفة في ناس بيطلعوا عالمسرح بيقولوا بيصوت جهور بيصوت عالي شو بيحبوا يقولوا في ناس عبر الأثير بالإزاعة بيقولوا في ناس بيكتبوا صحفيني بيكتبوا في ناس بيعملوا أغنيات مخصصة لأحداث معينة والموسيقى بيقلف موسيقى هالمشاكل كلها اللي عم نعيشها كيف بتعبر عنها شو قلت من خيال موسيقيتك أنت دائما بحس أن الفن بيعبر عن اللي أنت عم تخوض وعم تفوت فيه بس كمان دائما بحب نزرع الأمل بدك تزرع الأمل دائما على كل العصور زي ما بتعرف أنه هيك تاريخ البشرية إنسان في شي مشهد معين بكيك مؤخرا ما بشوف أخبار ما بشوف لأنه بدك عم تشوف دمار وناس عم تموت ما بجلب واحدة ما بشوف أخبار بتهرب إلى عالمك أنت أي يعني بتحاول عن طريق شغلك أنت تحط شوية فسحة أمل وفسحة يعني تبسط العالم بشغلك يحلموا بشي أحلى وين بتشوف أنك أثرت على شخص معين على مريض معين يمكن على عجوز معين على طفل معين وين بتحس أنك أثرت هل في مشهد معين بتشركنا فيه مرة واحد مرة واحد بأميركا بعتلي ورجال كبير ختيار ومريض كان كان مريض بعتلي إيميل فان ميل أنه لما قلت له أنه خلص وقت يعني خلص الثاني أنه رح يحطولي الغنية تبعة ك كنجدوم أو وكنت لسه لسناتني صغير بعدك صغير حبيبي انت بس ايه أنه بتشوف هيك شغلات أو مثلا بس بعدين مثلا الشغلة الثانية كمان يعني على شي بفرح أكتر مثلا جاني شي من تركيا واحدة عم متألف كتاب رواية وهي حاطة والميزك براسها أنه هي الرواية عم تكتبها وقاتلي بس بدي يبعط لك أول أول ثلاثة أكيد يبعطيلي 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 هذول الشغلات كتير حلوة وفيه هون صح وفيه زينة هون من لبنان بعطتلي مرة كان تكتب كتاب وقالتلي كذا كان تمأثر بالموسيقى هذول الشغلات التي تحب لأنه ريكاردو دائما رح يكون في حرب ودائما رح يكون في ناس ما هو يتصارعوا مع بعضهم الأقوى لأنه إذا تشوف إذا عندك X دولر أسلق لا لا لكنه عنده X ضرب 2 فأنا أريد أن يصير مثل X ضرب 3 وهلما جرًا مع أنه إذا تقتنع بالX واحد أنا من اللي بحب هم كتير بالحياة قدوة بالنسبة لي وورن بوفت وورن بوفت لأنه خلاص يعني كتير من الصفات اللي بتقدر تعيش يعني بغض النظر قدي معك مصاري وقدي بتعمل بس هي الشغلات الـ old fashion زي ما شو أهم شي بتحبوا فيه لوورن بوفت متواضع متواضع وبعدين وكمان والcommunity مثلا لما كيف أنه بدوا يترك سروتو للأعمال الخير يجب أن يعطيها من The Gate Foundation أنا بحب بأميركا مثلا زي ما بتعرف أنا كمان أنا أردني وأمريكي وإلى بحبه كمان كتير هنا إنه في عندك هذا community بيساعدوا بعض للخير عرفت مثلا بل جيتس كل شغلته التطعيم اللقاح عرفت مشان يصفي لكل العالم بدون مصاري بحب أنا هالأمور بحب بالعالم العربي أنت بمين معجب بالعالم الشخصي يلي بتأثر فيك بالعالم العربي وتعتبرها هي قدوة ماجدة ماجدة حبيبتي كتير أنا صغير بالنسبة إنما نربين على ماجدة وأغنية كمان وماجدة وماجدة ما حدا بعبي نحن رحي عن مدرسة هل تعرفت عليها لاحقا اشتغلت السواء دائما منحكي وسلم عليها لما أكون هون وبحبها كتير صاحب قلب كبير كتير إنسان مهم زاد الحب بحياتك كيف فيك توصفه موسيقيا سي ماجر سي ماجر كورد نقي بدك 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 تكون الحب المفروض يكون نقي يعني ما ما يكون بدك تعطيه بدون أي مقابل هل الفنان بيحب بطريقة تقليدية مثل غير الناس هل في جرد من موهبته لكل إنسان طبيعي يعني أنا بتذكر مرة ريت زوج زياد الرحباني بتخبر كيف طبعا نشأت عليها الحب بينتهم كيف كبرت كيف تطورت كيف نزوج وبعدين كيف عاش وسوا زياد منه إنسان تقليدي أنا خط مثل متطرف زياد ما حدا بيشبه ما بيشبه حدا بالأخير لكن كمان هو نموذج لكتير فنانين ما بيشبه الإنسان العادي ممكن أنه عندهم هال السنسيتيفتي اللي هي موجودة عندهم أكتر من غيرهم بتخلي فكر بغير طريقة أحب غير طريقة يوقع الصبح مختلف أنت كيف بتحب لا لا بصراحة ريكاردو أبعيدا عن هالأمور كمان ليش برجع بإيقلك مثلا حدا زي وورن بوفت أو تشارلي مونجر اللي مات من جديد أنت فرنان بس تشريك على الأرض برافا عليك لأنه هدول الناس مثلا كل الشي بدك تكون راشنال يعني فيه تكون إنسان عنده بزنس مائد كمان ما هو هاي هاي نعمة من ربنا أني أنا بحب بزنس بحب انترپرنورشيب كمان ليش بحب بيروت العالم انترپريزن شو بالعربي انترپرنور مبادر ايه أو رائد موجودة ايه بس موجودة بال جينز ايه بالفابريك هون إنه في زوء وفي مخلق في نقيين اي فأنا يعني مش هيك بمبسط وبرتاح ايه لأنه بحس مثلي يعني بشوف أنا بشوف حالي بعملك هل الغالب هي دالفن أم دالتجارة لا خمسين 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 مية بالمية ريكاردو مية بالمية من هو مدير أعمالك هل أنت بيدير أعمالك لا أنا لا وفي معي فريق بأميركا فريق صغير بأميركا بيشتغل معي بس أنا بحب لأنه لا لا بالعكس وبعدين وكله لأنه بتعمل عم تبني ماشين وكل يوم الصبح عم تروح هم بتكبر عرفت كيف عم بتوسع بتجرب شي وبس بأنه ما بتدار تتهور هون وإذا هون ما زبطت بتتعلم وترجع بتوقف وبتجرب كمان مرة هذا الفن بيربيح ايه لا لكن شو أزبط ما هو دايما ريكاردو عمال الشي الصح ما تفكر بدك تمنى المصاري أول هيك غلط ما بيزبط ما بيزبط عمله الصح وعمله بإتقان وبجد تعاب وكون كتير صبور كتير صبور لأنه ما بتعرف إيه هتفقع كله مرة واحدة بشكل كتير منيع بس لأنه زي العجل العجل الكبير اللي عم بيدور بأول شي صعب بعدين كمان صعب صعب شوية شوية بيضلت دور دور بعدين رح هتفلت وما بتعرف بس إيه أنا بحب هالشغلات لأنه عم تبني شي من ولا شي أو عم تستعمل فنك لهي ما هو من الله بس أهم شي يكون الفن متقن إنه دائما 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 إنه خلي رقم واحد المصاري بتلحق الشغل المنيح مو بالعكس بالعكس لا خلاص لأنه إذا بدك تلحق إنه كتير كتير مرات ريكاردو جاني أوفرز المصاري كتير منيحة بس لا 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 زي إنه إذا مو حاطين لي وقت أتمرن مستحيل زيد لمين بتقول شكرا أو وين أبلش بجد وين أبلش وين أبلش بابا وماما وإخواتي حمز وزينا وعلي وعايشة أولاد زينا كمان لأن سبعة وعشرة لأنني كنن أولادي أنا ما عندي أولادي ومو مجوز فهدول كتير مهمين بعدين في صحابي كمان لأنه عندي آلاء يعني بحب أصحابي اللي قرابة علي اللي هنا كانوا نعيلتي عرفت هلأ أكتريتهم بأميركا بس فيه معمان كمان كم من حدا وهيك كله كتير كتير سيمبل يعرفت يعني كله الناس أسكم مني وأشترم مني لأنه هيك بتعلم منهم أنا عرفت كيف وغير غير الوقت اللي بتقضي يعني كمان بتقول شكرا للناس اللي بتحب موسيقتي أكيد وبحبهم البيانو لبين بتقول عزرا إذا و أنا صغير كنت حصب بسرعة مستحي شوي وبقول لهم أنه إيه بعتذر منهم إذا فقعد فيهم هلا بطلت شو لكن بيّن عصبي أنا لا عصبي لا بيّن لا كيف بيّن لا لا ما ظهر شيء دائمي أنا بس بحس وراها الابتسام فيها عصبية لا 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 والله لا من زمان ما عصب لا كنت صغير بعدين هلا لا بعدك صغير بس أنه إيه هلا أنه أنه لا أنه صفا صفا ماشي الحال أنا عشو زين نحن هلا بفتة العياد السنة عم تخلص أوراق الرزنامي طبعا وسري جديدي رح تبليش عام جديد رح يطلع علينا ما نعرف شو مخبالنا نحن بنحلم ومنتمنى بس دايما في عندك هالأمور اللي ما فيها نقرية أبدا المجهول بانتظارنا هاي الحياة ما هيك هاي الحياة كيف أو شي رح تعيد رح أرجع على البيت يعني بالبيت في عندنا كريسمس دينير هالأمور معلي وعيش وزينا وحمزة شو رح تيكله وشو تيكله عادة تركي 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 لما يكون في تركي ايه زي كنا بالستوديو باتسي بتشتغل معي بأميركا ده منخلل السيدي أو شي بلاستوديو تطبخ التركي ايه كلنا طبعا بالأعياد منحط تحت الشجرة هدايا كتيرة بتكون كلها ملفوفة بألوان مختلفة بروبنز بس أيضا منحمل الشجرة أمنيات كتيرة منعلق رسائل على الشجرة وأمنيات وتمنيات وأحلام وطموحات شو يحليمك للسنة الجديدة على أول شي بتمنى صراحة المنطقة يعني الشرق الأوسط يعني منطقة حلوة بس لو هالخليفات هذول كله دائب كله يعني مو محرزة الحياة قصيرة وكلها تعمل تخانق مشان يعني ايديولوجي معينة هون ولا هون خلاص خلاص حلوها وحرام يعني هالعالم اللي عم تتتل وتموت بجدعم بالله بكل صراحة مشاي خاص لا بشوف أخبار وشيخ يعني شبك تشوف كلهم بدبح بعد هاي بتمنى هلا مرح تصير لا على السنة الجاية ولا على عيشتي ولا على وقت أنا عرفت كيف ولا على وقت الصغار بده شي كمان 200 سنة 300 سنة الشي يصير شي كمبليت لي ممنعي عرفت كيف لانو كل تعرف بالتاريخ كله بتتغير هاي الأمور كله بتتغير بس مرتنا بهالدنيا على القليلة بس نشوف شو اسمه يعني ليش لها انه خلص انه الحي انه مو محرزة مو محرزة لسه كله عم يتقاتل على السعيد الشخصي أمنياتي كمان سنة حلوة وكمان كمان سنة منيحة صحة دائما بدك الصحة هي أدمى معك مصاري صغول الله والله لما تكون مرشع ما بتحس بعطيكم أي شي بس خلال بدي بطل مرشع صغول الله نعمة الصحة يعني هاي أمشي وبس وميوزيك والعيلة بخير واللي بحبونا بخير وارجع عندكم لهون نعم الحفلات جديدة هلا وسهلا فيك نحن متأمل انه دلت جي لهون متأمل انه بيروت دلت استقطب كل الفناني الغاصلين والدل هي بوابة لكل إنسان يريد حقيقة أن ينتشر كما يجب وأن يعانق أناقة الفن بكيفة أطيافه وأبوابه أنا بسط بهالجرسي بهالبودكاست معك هيك جرسي عفوية مع فنجان قهوة من قلب للقلب حبيبي ريكاردو بجد ما أفر منك حبيبي قلبي انت شكرا كتير أنا بحبة أتمنى لكل اللي عم يشوفونا أو يسمعونا السنة حلوة عياد مجيدة وأهم شي يكون في عنا إعادة لحوة الإنسان يبطل في عنا ظلم واستبداد والأطفال يدوا يرقدوا ويلعبوا يروحوا صاب الشمس وليقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة